اشتركوا في القناة سلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد سنواصل درسنا في التعليق على بعض الأحاديث من مجموع الأربعين النووية وقد تقدم في درس الأمس التعليق على بعض حديث جبريل الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول عمر رضي الله عنه بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض السياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخديه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات رعاء الشاء رعاء الشاء يتطاولون في البنية قال فلبست مليا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من الشائل قلت الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم هذا الحديث كما تقدم بالأمس يعرف عند أهل العلم بحديث جبريل وحديث عظيم استمل على مراتب الدين الثلاثة سبق التعليق على صدر هذا الحديث كنا قد انتهينا عند قوله عند سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله قد تقدم أن الإيمان بالله هو الركن الأول من أركان الإيمان وهو مجتمل على أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات توحيد العبادة ثم ذكر الركن الثاني قال أن تؤمن بالله وملائكته الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان وهذا الركن يتضمن الإيمان بالملائكة وأنهم خلق من خلق الله وأن الله خلقهم من نور وأنهم ليس لهم من الأمر شيء هم مخلوقون مربوبون وأنهم كما وصفهم الله عز وجل كرام وأنهم يطيعون الله عز وجل لا يعصونه طرفة عين وأن الله عز وجل خلقهم لحكمة عظيمة وأسند إليهم بعض الأعمال العظيمة الشريفة وأنهم يتفاوتون في خلقه وفي أعماله ويتفاضلون فيما بينها والإيمان بالملائكة إيمان مجمل وهو الإيمان بوجودهم وبما دلت عليه النصوص دلالة مجملة من الإيمان بالملائكة وهناك إيمان مفصل وهو ما جاءت النصوص بالتفصيل فيه من الإيمان بالملائكة كما جاءت النصوص به من بعض تفاصيل خلقهم وأن الله خلقهم من نور وأنهم يتفاوتون في الخلق وأن لبعضهم أجنحة كما ثبت لجبريل أن له ستمائة جناح وأن لهم قدرة على التشكد وأنهم خلق من خلق الله وأنهم أصحاب قوة عظيمة وأصحاب سرعة عظيمة لهم قدرة على التنقل والهبوط إلى الأرض والصعود إلى السماء وأنهم يتفاوتون في أعمالهم فمنهم من أسند الله إليه الوحي وهو جبريل ومنهم ملك القطر والمطر وهو ميكايل ومنهم صاحب السور وهو إسرافيل ومنهم ملك الموت ومنهم خازن النار وهو مالك وخازن الجنة وهو رضوان ومنهم الكرام الكاتبون ومنهم حملة العرش ومنهم الملائكة السياحون في الأرض الذين يتبعون مجالس الذكر ومنهم من يحفظون الخلق ويحفظون الأجنة في الأرحام ومن تفاصيل الإيمان بالملائكة الإيمان بتفاوتهم في الفضل وأنهم يتفاضلون كما قال الله عز وجل الله يصفي من الملائكة رسلا ومن الناس فأخبر الله عز وجل أنه يصفي من الملائكة رسلا فمنهم الرسل الذين يرسلهم الله عز وجل إلى البشر وإلى الجن والإنس ومنهم جبريل عليه السلام وهو الذي أوكل الله عز وجل إليه الوحي وقد يرسل الله عز وجل غيره يبلغ عن الله عز وجل بعض الأمور فإن الملائكة تنزل كما أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان بمجلس النبي صلى الله عليه وسلم فسمع ناقيضا من فوقه قال هذا ملك نزل من السماء لم ينزل قبل اليوم قبل إلى آخر الحديث فبين أن هذا ملك أنزله الله عز وجل لم ينزل قبل ذلك اليوم وجبريل عليه السلام هو أفضل الملائكة وقيل إن أفضل الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وأن جبريل هو أفضلهم وأيضا هؤلاء الملائكة يتفاوتون في خلقه وفي قدرتهم وفي طواهم فإن الله عز وجل أعطى كل واحد منهم القدرة على القيام بما أسند الله إليه من العمل وهؤلاء الملائكة موصفون بأنهم كرام كرام كاتبين بل عباد مكرمون فهم كرام عند الله عز وجل قد وصفهم الله عز وجل بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فهم خلق كرام على الله عز وجل وشرفهم الله عز وجل بالطاعة وخلقهم لطاعته وخلق الله عز وجل الإنس والجن لتحقيق عبادته وأودع في الإنس والجن شهوات وأمرهم بطاعته ولهذا قال بعض أهل العلم خلق الله الملائكة بعقول دون شهوات وخلق الله البهاء بشهوات بلا عقول وخلق الإنس والجن بعقول وشهوات فمن غلب عقله شهوته من الإنس والجن فهو ملائكي ومن غلبت شهوته عقله من الإنس والجن فهو بهيني فالملائكة خلقهم الله لطاعته وهم قائمون بأمر الله عز وجل وعددهم كثير لا يعلم عددهم إلا الله فيجب الإيمان بما ثبت في النصوص من تفاصيل الإيمان بالملائكة ومن وقف على شيء من ذلك فيجب الإيمان به وأما من قصر علمه من العوام وغيرهم فإنه إنما هو مأمور بما بلغه من العلم وإن كان يجب عليها الإيمان المجمل بالملائكة وبوجودهم وبأن الله خلقهم وبأنهم يطيعون الله عز وجل ثم الركن الثالث الإيمان بالكتب وهو اعتقاد أن الله عز وجل أنزل كتبا على الرسل والأنبياء وأن هذه الكتب من الله عز وجل وأنه تكلم بها على الحقيقة هي كلام الله على الحقيقة وأن هذه الكتب مجتملة على النور والهدى ومجتملة على الحق وأنها كلها جاءت بالدعوة إلى دين الله عز وجل وأنها استملت على التوحيد ومن هذه الكتب التوراة الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على موسى أنزله مكتوبا في الألواح وقد جاء في الحديث من الصحيحين في محاجة آدم وموسى في قول آدم يا موسى اصطفاك الله برسالته وخط لك التوراة بيده فالله عز وجل أنزل التوراة بالعبرانية إلى موسى بن عمران وخوطب بها بني إسرائيل وهذا الكتاب هو الذي اجتمل على الشريعة العظيمة التي جاءت بها الرسل التي جاء بها موسى عليه السلام ودعا إليها الكثير من الأنبياء من بني إسرائيل وهو كتاب عظيم هو كتاب الله عز وجل الذي كتبه بيده وأنزله على موسى وهو مجتمل على الحق والهدى لكن دلت النصوص من الكتاب والسنة على أن اليهود حرفوا هذا الكتاب وامتدت أيديهم إليه بالتحريف لما فقدوا ملكهم إثر تدمير بخت نصر لمملكتهم وفقدت التوراة وبقيت أعواما طويلة لا يعرفونها اجتمع سبعون من أحبارهم وألفوا هذه التوراة الموجودة الآن بأيدي أهل الكتاب وقدموا فيها وأخروا وبقي فيها شيء من الحق والهدى ثم إن هذه التوراة نسخت بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم وبالقرآن فما كان صحيحا منها فلا يجوز العمل به لأنه منسوخ وما كان باطلا فهو مما فهو ليس من كتاب الله عز وجل ومن هذه الكتب الإيجيل وهو كتاب الله الذي أنزله على إيسى ابن مريم وهو كتاب عظيم من كتب الله عز وجل أنزله الله مجتملا على النور والهدى ومصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا بنبينا صلى الله عليه وسلم والإيجيل أيضا حرفه النصارى وغيروا فيه وقدموا وأخبر الله عز وجل عن نوعين من أنواع التحريف من قبل أهل الكتاب تحريف الكلم من بعد مواضعه وتحريف الكلم عن مواضعه فتحريف الكلم من بعد مواضعه والتحريف اللفظي وتحريف الكلم عن مواضعه والتحريف المعنوي ومن هذه الكتب الزبور وهو كتاب الله الذي أنزله على داود عليه السلام كما قال الله عز وجل وآتينا داود زبورة وهو كتاب عظيم من كتب الله عز وجل أنزله على داود عليه السلام وهذا الكتاب الأن لا يعرف وعلى كل حال سواء عرف أو لم يعرف وهو منسوخ بالقرآن الذي أنزله الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم ومن كتب الله عز وجل صحف إبراهيم وموسى وقيل إن صحف موسى هي التورى وقيل هي غير التورى وأما الصحف التي أنزلها الله على إبراهيم فهي من كتب الله عز وجل التي أنزلها على نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام ثم إن لله عز وجل كتبا لم نطلع عليها ولكن يجب الإيمان بها على وجه الإجمال وأن الله عز وجل أنزل الكتب على الرسل وعلى الأنبياء وخطبوا بها وأنها من الله عز وجل وهي كلام الله وهي متنوعة في معانيها وألفاظها وفي بعضها من المعاني ما ليس في بعض فالقرآن فيه من المعاني ما ليس في التوراة والإنجيل وفي التوراة ما ليس في الإنجيل وفي الإنجيل ما ليس في التوراة والزبور وهكذا وإن كانت كلها مجتملة على الحق والهدى ومن الإيمان المفصل بالقرآن هو الإيمان بأن هذا الكتاب هو الذي أنزله الله على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو القرآن العظيم والكتاب المبين وهو الكتاب المهيم على الكتب قبله لم ينزل في الكتب مثله ونزل فيه من السور ما لم ينزل في غيره فلم ينزل في التوراة والإنجيل ما نزل في القرآن من السور في سورة الفاتحة وهذا القرآن هو ناشخ للكتب قبله وهو مهيم عليها وفيه بيان الحق فيما اختلف به من الحق عند أهل الكتاب وهذا القرآن أخبر الله عز وجل أنه محفوظ وأنه لا تنتد إليه الأيدي بالتحريف والتبديل فهو كتاب الله عز وجل الذي حافظه كما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فهو محفوظ بحفظ الله لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه وقد ذكر العلماء المحاققون أن حفظ القرآن بنوعين من أنواع الحفظ حفظ اللفظ بحيث لا يتغير ولا يمكن أن يغير وحفظ المعنى وهذا أمر ملموس أما الأمر الأول فظاهر بي وأما الأمر الثاني في حفظ المعنى فهو بما هيئ الله عز وجل لهذا الكتاب من العلماء الراسخين الذين فسروه وبينوه من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المفسرين حتى إن من أراد معنى آية في كتاب اللفظ سيجدها في هذه الكتب ويجد هذا الأمر ميسر لحيث يطلع على معنى ما خاطب الله عز وجل به هذه الأمة في كتابه ومن الإيمان المفصل بالقرآن هو تعظيم القرآن ورفعه حسا ومعنى وتقديم كلام الله عز وجل فيه على كلام البشر واعتقاد أنه لا تعارض بين القرآن والسنة فالسنة وحي كما أن القرآن وحي واعتقاد أن هذا القرآن مجتمل على الحق والهدى وأن ظاهره حق وليس له ظاهر وباطن كما يدعي من يدعي من أهل البدع وإنما ظاهره يدل على الحق وأما إذا كان المقصود بتفسير القرآن بما لا يظهر لكل أحد فنعم قد يظهر لبعض العوام ولبعض أهل الجهل ما لا يظهر لأهل العلم فالعلماء يظهر لهم الحق بالنظر إلى الأدلة بالنظر إلى الآية وبالنظر إلى الأدلة الأخرى التي هي مفسرة وكلام الله عز وجل يصدق بعضه بعضا ولا ينقض بعضه بعضا كما أن السنة كذلك فيجب الإيمان بهذه الكتب اعتقاد أنها من كلام الله عز وجل ثم بعد نزول القرآن فلا يجوز العمل لا بالتوراه ولا بالإنجيل ولا بالسبور بل يجب الإيمان بالقرآن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار فلا يجوز العمل لا بالتوراه ولا بالإنجيل ولا بغيره ما من الكتب ثم من الإيمان من أركان الإيمان كما جاء في حديث جبريل قول النبي صلى الله عليه وسلم ورسله يعني الإيمان بالرسل والإيمان بالرسل هو رقم عظيم من أركان الإيمان وهو اعتقاد أن لله رسلا من البشر أرسلهم إلى الخلق وعلى الصحيح من أقوال أهل العلم من أهل العلم أن الرسل من الإنس وليس من الجن رسل وإنما منهم نذر ينذرون أقوامهم وباتفاق أهل العلم أيضا أنه ليس هناك رسل من الإناث وإنما الرسالة محسورة في ذكور الإنس والإنس أفضل من الجن والرجال أفضل من النساء فكانت الرسالة اصطفاء من الله عز وجل والرسل هم صفوة الخلق وهم أفضل الخلق فيجب الإيمان بوجود الرسل وأن الله أرسلهم وأنهم بشر كغيرهم من البشر ليس لهم قدرة ولا قوة إلا ما أعطاهم الله عز وجل من القوة والقدرة وما أيدهم به من المعجزات هم بشر كغيرهم ليس لهم شأن في الخلق والتدبير وإنما هم خلق من خلق الله استفاهم بالرسالة وشربهم وأيدهم بالمعجزات ولا شك أن الله أعطاهم من القوة البدنية والعلمية ما فضلهم به على غيرهم ولكن ليس لهم قوة فوق قوة البشر في القدرة على الخلق أو في شيء من الربوبية أو أنه تصرف لهم بعض حقوق بعض أنواع العبادة وإنما هم بشر ما جاءوا إلا لإخلاص العبادة لله عز وجل ثم يجب الإيمان المفصل بالرسل وأنهم خلق كثير وأنه لا يعلم عددهم إلا الله وقد جاء ذكر بعض أسماء في القرآن وذكر الله عز وجل في القرآن خمسة وعشرين رسولا ونبيا وهؤلاء الرسل أيضا هم يتفاضلون فهم ليشوا في درجة واحدة كما قال الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وأفضل هؤلاء الرسل أولو العزم وهم نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح وأفضلهم نبينا صلى الله عليه وسلم بلا خلاف ثم إبراهيم بلا خلاف ثم حصل الخلاف في المفاضل بين موسى وعيسى ونوح والذي عليه كثير من أهل العلم وتفضيل موسى عليه السلام وهؤلاء الرسل هم أفضل هؤلاء أولو العزم هم أفضل الرسل ثم يجب اعتقاد أن الرسل كلهم قد بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا لأخوامهم وأنهم من خيال عباد الله وأنه لا يأتي في الأمم من هو أفضل منهم والأولياء هم دونهم وليشوا فوقهم كما يزعم من يزعم من بعض الجاهلين فالرسل هم صفوة الخلق والأولياء هم من أتباع الرسل وما حصلت لهم الولاية إلا باتباعهم لرسل وخير الأولياء أبو بكر رضي الله عنه وهو دون الرسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما طرع في الشنس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر والرسل يتفاضلون فيما بينهم كما تقدم وأيضا يتفاضلون في كثرة الأسباع وأكثرهم تبع النبينا صلى الله عليه وسلم ثم موسى وكلهم دعوا إلى التوحيد كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله اجتنبوا الطاهوت وهم يتفاوتون في الأتباع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النبي وليش معه أحد ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان وكما يجب اعتقاد أن هؤلاء الرسل كلهم من خيار عباد الله عز وجل وأنه لا يجوز أن يفرق بينهم فيتولى من يتولى بعضهم وينحرف عن بعضهم بل يجب على كل مؤمن أن يواليهم جميعا وإن كان الواجب واعتقاد ففاضلهم وأما الموالاة فيوالون جميعا ويعتقد أنهم كلهم من خيار عباد الله عز وجل وإن كانوا يتفاضلون فيما بينهم ثم من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر وهو الركن الخامس من أركان الإيمان وهو الإيمان بيوم القيامة واليوم الآخر هو يوم القيامة وله أسماء كثيرة وردت في القرآن والسنة يوم القيامة والساعة والقارعة يوم التغابل واليوم الآخر هو ما يكون بعد هذه الدنيا ومن أهل العلم من يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالقبر وبما جاء فيه من النعيم والعذاب ولأنه قد ورد من ماس فقد قامت قيامته ولذا قال بعض أهل العلم القيامة قيامته قيامة صغرى وهي لكل إنسان بموته وقيامة كبرى هي القيامة العامة التي تحصل بخراب هذا الكون وب بعث الناس من قبورهم إلى أرض المحشر ثم الحساب ثم دخول الجنة والنار فاليوم الآخر هو ذلك اليوم العظيم الذي يكون بعد هذه الحياة الدنيا ولهذا يسمى اليوم الآخر لأنه بعد الدنيا ويشمل الإيمان باليوم الآخر كما تقدم الإيمان بعذاب القبر لأن القبر من جهة تعلق أحكامه بالآخرة فهو ملحق باليوم الآخر بهذا الاعتبار ومن جهة تعلقه بالزمن فهو يكون في الدنيا لأن الذين في القبور الآن هم باعتبار الزمن ما زالوا في الحياة الدنيا التي هي قبل قيام الساعة وبالنظر إلى أحكامهم من أهل الآخرة لأنهم انقطعت عنهم الأعمال وعرفوا منازلهم من الجنة والنار فهم بهذا الاعتبار هم في اليوم الآخر وباعتبار الزمن الذي قبل قيام الساعة هم في الحياة الدنيا ولهذا القبر هو البرزخ الذي بين الدنيا والآخرة ومن أحكامه ما هو متعلق بالدنيا ومن أحكامه ما هو متعلق بالآخرة كما تقدم ومما يجب به من الإمام به في اليوم الآخر الإمام بالبعث وقد ذكر فيه النصوص كثيرا وهو بعث الله عز وجل للأموات من قبولهم وجمع الله عز وجل للأموات وإعادة أبدانهم ممن غرق في البحر أو مات ودفن في الأرض أو أكلته السباع أو ابتلعته الحيتان أو حرق ودر في البحر فإن الله يجمعهم ويعيدهم ثم بعد ذلك الحشاب وما ورد من تفاصيل ذلك من تطاير الصحف وأخذ الصحف باليمين أو الشمال كذلك الميزان والحساب والعرض والمرور على الصراط ودخول الجنة والنار وما ورد من تفاصيل اليوم الآخر من الشفاعة والخصومة بين الأخلق في المظالم وفي غيرها كل هذا يجب الإمام به والإمام باليوم الآخر من الأركان العظيمة التي إذا آمن بها العبد سهلت عليه العبادات وعرف أن هناك معادن يرجع إليه وأن هناك حساب وأن هناك جنة ونار كذلك مما يجب الإمام به من اليوم الآخر الإمام بالدارين بالجنة والنار الجنة وهي دار المتقين المؤمنين والنار وهي دار الكافرين والمنافقين ويدخلها بعض العصاف من الموحدين يعذبون ما شاء الله ثم يخرجون منها ولكن لا يبقى في النار ويخلق فيها إلا أهل الكفر والنفاق كذلك يجب الإمام بما في الجنة من النعيم وما أخبر الله عز وجل في كتابه وما أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم والإمام بتفاوت المؤمنين في درجاتهم وتفاوت الكافرين في دركاتهم في النار كل هذا مما يجب الإمام به اليوم الآخر كذلك مما يجب من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره والإيمان بالقدر هو الركم السادس من أركان الإيمان وهو أن يعتقد العبد أن الله قدر مقادير الخلق وأن الله عز وجل علم العباد وعلم آجالهم وكتب ذلك عنده وشاء الله عز وجل أن يخلقهم على نحو علمه فيهم ثم خلقهم ولهذا قال العلماء لا يسح الإيمان بالقدر إلا بتحقيق أربع مراتب مرتبة العلم السابق وهو اعتقاد أن الله علم الأشياء قبل خلقها قبل وجودها وأن الله قدر مقادير الخلق كما جاء في الحديث إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ما أكتب قال اكتب ما هو كأن إلى قيام الساعة فجرى القلم بالمقادير وهو مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ والعلم السابق هو مما أطبقت الأمة على اعتقاده ولم ينازع في هذا إلا غلاف القدرية الذين أنكروا العلم السابق ثم ذهبت هذه الطائفة ولم يبقى في الأمة من ينكر علم الله السابق ثم المرتبة الثانية ويمرتبة الكتابة وأن الله كتب المقادير على ما علم من أحوالهم وأنه كتب ذلك عنده في اللوح المحفوظ وهناك تفصيل لهذه الكتابة فهناك تقدير سنوي وهناك تقدير أزلي الذي هو في اللوح المحفوظ وتقدير يومي وتقدير لكل مولود ولكل جنين في الرحم كل هذا من الإيمان المفصل الذي يجب الإيمان به ومن وقف على تفاصيله يجب الإيمان به ولا شك أن التطلع إلى معرفة تفاصيل الإيمان والإيمان بها هذا مما يجد الإيمان ولكن من عجز عن طلب العلم فإنه معذور بعجز وأما إذا وقف على شيء أو طرق سمعه شيء مما أخبر الله عز وجل به أو أخبر عنه ربي صلى الله عليه وسلم فيجب الإيمان به والتكذيب بشيء من هذا كفر ثم المرتبة أيها مرتبة المشيئة وأن الله عز وجل له المشيئة البالغة النافدة وهي المشيئة العامة الموافقة للإرادة الكونية وهي التي قال فيها العلماء ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ثم المرتبة الرابعة مرتبة الخلق وأن الله خلق الخلق بناء على علمه السابق وأنهم كلهم يصيرون إلى ما قدر لهم وما كتب لهم في الأزل والإيمان بالقدر يجد الإيمان بالقدر خيره وشره من الخير الذي يحصل للناس ومن الشر الذي يقع فيه مما يكرهون وأنه كله مقدر من الله عز وجل والواجب هو الصبر الواجب هو الصبر بالمقدور خيره وشره بالصبر على الشر والرضا درجة فوق الصبر وهو أن يرضى العبد عن الله عز وجل فيما قدر عليه ولكن الواجب هو الصبر ولهذا ذكر العلماء من مراتب الصبر الصبر على المقدور وما قدر الله عز وجل على العبد فهذه الأركان الستة هي أركان الإيمان والتي من حققها واعتقدها وعمل بمقتضاه فقد حقق الإيمان ولكن الإيمان ليس محصورا فيها وإنما هذه هي أعظم شعبه وهناك شعب أخرى تهديد عن الستين أو السبعين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا لا ينبغي أن يرتبس على المسلمين ما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم هنا في حديث جبريب لأن أركان الإيمان ستة وما جاء في حديث الشعب كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضعا وسبعون أو بضعا وستون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأنها إماطة الأذى عن الطريق أن هذا معارض لهذا فالشعب هي عم من الأركان لأن الشعب تشمل الأركان وغيرها والأركان هي أعظم شعب الإيمان أركان الإيمان هي أعظم شعب الإيمان ولهذا كان طريقة ننصنف في شعب الإيمان أنه يقدم الشعب بذكر هذه الأركان السبعة وبعض الشعب متفرعة عنها ولهذا هي أركان هي أركان وما عداها من الخصال من الخصال البر هي من الشعب ثم قال جبريل بعد أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وأخبره بهذه الأركان قال صدقت وهذا تصديق من جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم على أن هذه هي أركان الإيمان وهذا هو الإيمان ثم قال أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك ويلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر شعبا من شعب الإيمان وإنما ذكر وصفا يسري على كل الشعب وجعل تفسير الإحسان هو بيان الحالة التي يكون عليها العابد في كل عبادته فذكر أركان الإسلام وذكر أركان الإيمان ثم بيّن أن الإحسان هو في بيان حالة المحسن في عبادته لربه وهو أنه يعبد الله كأنه يراه ثم إن العلماء اختلفوا في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مرتبتين فتكون المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك ترى والمرتبة الثانية وهي دونها وهي أن تعبد الله كأنه يراك ذكر بعض أهل العلم أنها مرتبة واحدة وهي أن تعبد الله كأنك ترى ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعين على تحقيق هذه المرتبة وهو أن تعتقد أن الله يراك فهي معينة على تحقيق هذه المرتبة ومن أهل العلم ذهب إلى أنه ذكر مرتبتين فيكون التقدير هو أن تعبد الله كأنك ترى فإن عجزت عن هذا فتعبد الله كأنه يراك فذكر هنا مرتبتين مرتبة عليا وهي عبادة الله على المشاهدة فأنه يرى الله ومرتبة دونها وهي أن يعبد الله عز وجل معتقداً أن الله يراه ولهذا قال بعض العلماء العارف هو من عبد الله كأنه يرى الله والمخلص من عبد الله وهو يعلم أن الله يراه ومنهم من يقول المرتبة الأولى مرتبة الطلب والمرتبة الثانية مرتبة الحرب فالذي يعبد الله كأنه يرى هو يطرب هذه المرتبة ويسعى في تحقيقها ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما لما جاءه رجل يخطب ابنته وهو في القواف قال تكلمني في هذا ونحن نتراء الله ومعلوم أن هذا السياق نتراء يعني نبذل الوسع والجهد في رؤية الله عز وجل في مرآة في رؤية الله عز وجل وهذا يكون عن ترقب وعن اجتهاد في هذا وهذه الرؤية ليست هي رؤية بصرية وإنما هي رؤية قلبية بحسب العلم لهذا قال العلماء رؤية الله عز وجل على أقسام رؤية بصرية لم تحصل للبشر في الدنيا ولا لأهل التكليف وإنما تحصل للمؤمنين في الجنة ورؤية قلبية تحصل للمؤمنين وهي التي أخضر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الإحساس ورؤية منامية أيضا تحصل لبعض المؤمنين فالرؤية هنا رؤية قلبية بحسب العلم فمن عبد الله عز وجل كأنه يراه دلاء على علمه بالله فإنه على أعلى المرات وهذه المرتبة لا تحصل إلا لمن حقق العلم الصحيح بالأسماء والصفات وهذا مما يدل على أن الجهل بالأسماء والصفات مؤثر على الإيمان وعلى الإحسان ولا يمكن بمن جهل باب الأسماء والصفات ولم يعرف ربهم بأسماء وصفاته أن يعبد الله كأنه يراه فإذا هذه منزلة عظيمة في بيان وصف المحسنين وهم الذين يعبدون الله على وجه المراقبة العظيمة على اختلاف بين أهل العلم هل ذكر مرتبتين أو مرتبة واحدة ثم قال أخبرني عن الساعة وهذه المراتبة الثلاثة وهي مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان هي مراتب الدين والدين لا يخرج عن هذه المراتب ولهذا قال العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم قالوا هذا الدليل على أن الدين لا يخرج عن هذه المراتب وقالوا من أراد التعلم فليتعلم حديث جبريل من أراد أن يتعلم الدين فليدرس حديث جبريل ومن أراد أن يعلم فليعلم على نحو ما جاء في حديث جبريل وهذا المنهج هو أعظم منهج في بيان مراتب الدين في التدرج من الأدنى إلى الأعلى ثم قال جبريل فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة والساعة هي يوم القيامة والساعة هي من أسماء يوم القيامة لأنها تقوم في لحظة وفي ساعة قصيرة قال ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة لأن علمها حجب عن الجميع ويستوي في هذا الأنبياء والرسل ومن هو دونهم يستوي فيها الملائكة وغيرهم ولذا قال العلماء في قول الله عز وجل أكاد أخفيها قالوا أي أخفيها على نفسي أكاد أخفيها على نفسي لأن الله أخفاها عن الخلق ما من مخلوق إلا وهو يزهل هذا العلم ولذا قال نبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وليس هناك اختصاص وزيادة في العلم وهذا مما يدل على أن كل من قدر قيام الساعة وتكلف في هذا فهو مخطب وهذا الأمر هو الذي أنسك عنه العلماء الراسخون وهو الذي خاض فيه بعض أهل الجهل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وهذا من علامات الساعة قال العلماء هو أن الأمة يدخل بها سيدها وهي ملك يمين ثم تلد لها فهذا المولود هو تبع لسيده وهو ابن لهذه المرأة فكأنها ولدت ربها وسيدها وقيل إن المعنى هو أن يجد الرجل أمه قد استرقت ثم يعتقها فهو سيدها وهي أمه والمعنى الأول هو المشهور عند أهل العلم ثم قال وأن ترى الحفاه أي غير منتعدين العراه غير مكتشين الذين ليس لهم قسوة ولا لباس رعاء الشاء رعاء الشاء رعاء جمع رائل ويجمع على رعاء بالهاء بضم الراء رعاء وفي لغة رعاء بكسر الراء والهمزة المتأخرة والشاء جمع شاء أي أن رعاة الغنم يحصل لهم هذا الحال وأنهم يتطاولون في البنيان أي يتسابقون في رفع البناء ويطاول بعضهم بعضا وقد أخذ بعض أهل العلم من هذا كراهية التطاول في البنيان قد كان بعض الصحابة يكره أن يرفع البناء فوق سبعة أذر وأن يرفع البناء فوق ما يحتاج لها القائم في قيامه إذا قام كما قال حذيفة بشلمان رضي الله عنه نريد أن نبني لك بناء قال تريد أن أكون ملكا قال لا ولكن نرفع لك بناء إذا قمت كان قريبا من رأسك وإذا استلقيت كان قريبا من قدميك يعني في اتشاع قال كأنك في نفسي هذا مما يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكرهون تطاول في البنيان ولكن هل هذا الأمر يبقى مكروها في كل وقت الذي يظهر أنه إن كانت هناك حاجة فلا بأس بذلك مثل ما حصلت الحاجة في هذه العصور أن الأراضي أصبحت بأغلى الأثمان فالرجل يحتاج إلى أن يبني البيت ثم يبني فوق البيت طابقا آخر ينتفع به ومعلوم أن التطاول في البنيان الذي كرهه النبي صلى الله عليه وسلم أو فهم بعض أهل العلم كراهية النبي صلى الله عليه وسلم له هو التفاخر ولهذا قال يتطاولون يعني من غير حاجة أما إذا كان طول البناء لحاجة فإن هذا الذي يظهر والله أعلم أنه لا بحث به ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمرين وهو أن ترد الأمة ربتها والتطاول في البنيان وهناك ملاحظة تلاحظ في كل أشراط الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأشراط كانت تكون في كثير منها دال على تغير السنن الكونية والشرعية قبل قرب الساعة ولاحظوا هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تلج الأمة ربته فهذا تغير في السنن وهو أن يكون الوالد له فضل على ابنه والابن هو دونه أما أن يكون السيد هو الابن فهذا فيه تغير للسنن الكونية وكذلك حال الشفاها العراه رعاة الشاء الذين يتطاولون في البنيان هذا تغير للسنن فهم أهل رعي وأهل إقلال من الدنيا ثم يتغير هذا الأمر ومن هذا ما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم بعمل الآخرة كل هذا مما يدل على أن هناك تغير في السنن الكونية وكذلك السنن الشرعية كما جاء لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع يكون أسعد الناس بالدنيا هم الحمقة وأنه يثنى على أهل الفسق وكذلك ما أخبر ما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن العرب يقلون في آخر الزمان والفضل فيهم وكذلك قريش يقلون والفضل فيهم وأنه تقوم الساعة والروم أكثر الناس وهم دون هذه الأمة في الفضل فهذا الدليل على تغير كثير من السنن الكونية والشرعية وهذا من حكمة الله أنه إذا وصل الأمر إلى هذا الحد كان هذا الدليل على نهاية هذا العالم بظهور الفساد وبظهور الحلال والخلل العظيم في السنن الكونية والشرعية بل ذكر بعض أهل العلم أن من أسباب الموت وخروج الروح من البدن أن الروح لها حقيقة وحياتها أقرب ما يكون للكمان وهي أكبر من البدن فإذا فسد البدن لا بقاء للروح فيه خرج والموت هو من من أنواع القيامة وهو القيامة الصغرى كل هذه الأمور إذا تؤملت يدل على أن هناك دلالة على أن هذا الكون إذا ما حصل فيه الفساد أن هذا دليل قرب قيام الساعة وهذا يأخذ من مجموع الأحاديث والنصوص التي جاءت في الإخبار عن علامات الساعة ثم قال عمر رضي الله عنه فلبست مليا أي زمنا طويلة قيل أنه ثلاثة أيام وقيل أقل أو أكثر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم وهذا سؤال من النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما تقدمت الإشارة إليه من أنواع التعليم أن يسأل العالم المتعلم وفي بداية الحديث سؤال جبريل وهو عالم لعالم آخر لسبيل التعليم فاجتمع في هذا الحديث نوعان من هذا الأسلوب قلت الله ورسوله أعلم تأدب وإسناد العلم عالمه قال العلماء هذا يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم وقوله هذا جبريل اختلف في اختلف الشراح هل كان هذا معلوما للنبي صلى الله عليه وسلم عند بداية جلوسه إليه أم أنه لم يعرف ذلك إلا بعد أن خرج من عنده وعلى كل حال فهذا لا يشكل على ما تضمنه الحديث من فقه وعلم ثم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فدل على أن هذا هو الدين وأنه لا يخرج الدين عن هذه المراتب وهذا الحديث كما تقدمه حديث عظيم اجتمل على مراتب الدين وعلى هذا السياق العظيم الذي أحسن عمر رضي الله عنه في بيانه مقدما قبل ذلك بالحالة التي كان عليها جبريل وفي دخوله عن نبي صلى الله عليه وسلم وفي جلوسه بين يديه النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يبادر عند رواية الحديث بأنه جبريل وإنما تدرج عند الرواية في عدم الأفطاح أن هذا الرجل هو جبريل كما حفر لهم وهذا من فقه رضي الله عنه ثم بيّن بعد ذلك ما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يعد في كل موطن منه وفي كل جملة منه هناك فوائد عظيمة تستنبط من هذا الحديث العظيم الذي هو أصلا عظيم من أصول الدين وقد استنبط العلماء الكثير من الأحكام من هذا الحديث وهو منهج فريد في التعليم في التعلم وفي بيان أدب العلماء مع المتعلمين وأدب المتعلمين مع العلماء وبيان أيضا مراتب الدين وكذلك الحوار العظيم الذي دار بين جبريل وبين النبي صلى الله عليه وسلم فهو أقوى ما يكون في الدلالة على الحق لأن هذا السؤال من جبريل وإجابة من النبي صلى الله عليه وسلم ثم تصديقه من جبريل وهذا الحديث إذا قد دلت عليه الأدلة على أفراده وما جاء فيه مساء من الكتاب والسنة هذا والله أعلم ونسمع بعض الأسلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر